اعزائي طلبة وطالبات الصف الاول الاعدادي اهلا بكم النهاردة معدنا مع اخر دروس الوحدة التانية وهو درس الطاقة الحرارية في درس الطاقة الحرارية هندرس مجموعة من المعلومات المهمة جدا وهي طرق الحصول على الطاقة الحرارية كيفية انتقال الحرارة طرق انتقال الحرارة التكنولوجيا والطاقة الحرارية في حياتنا في البداية لازم نعرف ان الانسان البداي كان بالنسبة له معرفة النار هي بداية لتطور الانسان تطور مذهل وكان بيبحث عنها بحث شديد جدا وعن طرق الحصول على الحرارة بخلاف النار ومن طرق الحصول على الحرارة عندنا في الوقت الراهن وفي العصر القديم ايضا طرق عديدة من ضمنها تحويل او تحول الطاقة الميكانيكية الى طاقة حرارية بالاحتكاك تعال نشوف الموضوع ده بتجربة هتوضحي ازاي بتتحول الطاقة الميكانيكية الى طاقة حرارية بالاحتكاك اولا هنحضر دراجة ونقلب الدراجة ديت ونحطها في الوضع زي الصورة اللي قدامنا ونبدأ نبدل البدال بتاعها بشدة ثم نضغط على الفرامل بقوة الخطوة التانية هنلمس اطار الدراجة بعد توقفها مباشرة هنلاحظ ارتفاع درجة حرارة اطار الدراجة والفرامل هيسخنوا جدا التفسير ايه؟ ببساطة ان الاحتكاك اللي حصل بين الدراجة او اطار الدراجة والفرامل ادى الى ارتفاع درجة حرارة كل منهما مستنتج من كده ان تتحول الطاقة الميكانيكية بالاحتكاك الى طاقة حرارية في عندنا كمان تطبيقات على هذا الامر تحويل الطاقة الميكانيكية الى طاقة حرارية بالاحتكاك وهي الشعور بالدفء عند احتكاك كفي اليدين معا في فصل الشتاء لما بنكون سقعانين في فصل الشتاء وبنحرك ايدينا وبيحتكوا ببعضهم بنشعر ببعض الدفء ثانيا اشعال عود الثقاب عود الكابريت عند احتكاكه بسطح خشن ثالثا سخونة المصمار عند نزعه بقوة من لوح خشبي لو خلعنا المصمار اللي موجود قدامنا ده بقوة واول ما بيخرج من الخشب نلمسه بنلاقيه سخني جدا تفسير الكلام ده كله ان الاحتكاك ادى الى تحويل الطاقة الميكانيكية الى طاقة حرارية وده اللي استنتجناه من التجربة السابقة من طرق الحصول على الطاقة الحرارية ايضا تحويل الطاقة الحركية فقط للاجسام الى طاقة حرارية ليه خصصنا الطاقة الحركية لانها جزء من الطاقة الميكانيكية اللي احنا عارفينها فيما سبق ان هي مجموعة قطاع الوضع والحركة شكل قدامنا ده هيوضح لي في تجربة تحويل الطاقة الحركية للاجسام الى طاقة حرارية الأدوات بتاعتي زي ما احنا شايفين برطمان بلاستيك وهنجيب معاه ترمومتر والترمومتر دوت معاه كرات معدنية صغيرة داخل البرطمان خطواتنا ان احنا هنضع الكرات المعدنية في البرطمان البلاستيك خطوة تانية هنعين درجة حرارة الكرات بواسطة الترمومتر وهنعرف درجة الحركة وبعدين نغلق البرطمان جيدا الخطوة اللي جاية هي أهم خطوة في التجربة وهي نقلب البرطمان عدة مرات لمدة دقيقتين بسرعة ثم نعين درجة الحرارة تعال نشوف الحركة بتاعتنا هنلاقي ان احنا نبدأ نحركه حركة سريعة لمدة دقيقتين ونبدأ بعدها نعين درجة الحرارة مرة أخرى هنلاقي الملاحظة بتاعتنا ان درجة حرارة الكرات المعدنية ارتفعت نتيجة الاحتكاك استنتج من كده ان بترتفع درجة الحرارة بسبب حركة الأجسام واحتكاكها ببعض ثانيا ان بتتناسب درجة الحرارة تناسبا طرديا مع سرعة حركة الجسم يعني كلما ارتفعت سرعة الجسم أثناء الحركة كلما زادت طاقة حركته يعني لو حركت الكرات دي بسرعة أقل هلاقي ارتفاع درجة الحرارة اللي موجود هيكون ارتفاع أقل والعكس صحيح كيفية انتقال الحرارة عشان نفهم كيفية انتقال الحرارة هنبين بتجربة صغيرة عندنا الأدوات بتاعتي هنجيب كأس زجاجي به ماء مغلي حطينه على اللهب قدامنا هو وهنجيب ترمومتر وقطعة معدنية مربوطة بخيط وكوب آخر في ماء صنبور أول خطوة عندنا من الخطوات ان احنا هنحط الماء البارد في الكوب الزجاجي أو البلاستيك القدامنا ونعين درجة حرارته بالترمومتر الخطوة الثانية هنبدأ نقوم بتسخين قطعة معدنية بوسطة الماء المغلي هننزل قطعة معدنية كده موجودة في الماء المغلية ونسبها تسخن وبعد ما تسخن هنبدأ نعين درجة حرارتها هننقل القطعة المعدنية من الكوب اللي فيه ماء ساخن إلى الكوب اللي فيه ماء الصنبور البارد وهنعين درجة الحرارة بتاعة الخليط كله مرة واحدة هنلاحظ ملاحظة مهمة جدا ان درجة حرارة خليط الماء والقطعة المعدنية أقل من درجة حرارة القطعة المعدنية السخنة وأعلى من درجة حرارة الماء البارد اللي كان موجود في الكوب التاني هقدر استنتج من الكلام ده ان بتنتقل الحرارة من الجسم الاعلى في درجة الحرارة الى الجسم الاقل في درجة الحرارة عند تلامس هما يعني شرط مهم جدا يكون في بينهم تلامس والشرط التاني يكون في فرق في درجة الحرارة واحد اعلى والتاني اقل الاستنتاج التاني ان بيستمر انتقال الحرارة بينهما حتى يتساوي الجسمان في درجة الحرارة أول ما هيتساوي الجسمين في درجة الحرارة هيتوقف انتقال الحرارة بينهما ودي نقطة مهمة جدا يبقى الملحوظة اللي عندنا إن لا تنتقل حرارة بين الجسمين المتساويين في درجة الحرارة يبقى استنتجنا من التجربة إن الحرارة هتنتقل من الجسم الأعلى إلى الأقل في درجة الحرارة طب يعني إيه كلمة حرارة ويعني إيه طاقة حرارية وإيه الفرق بينهم النار المشتعلة في قطعة الورق اللي قدامنا دي بينتج عنها طاقة حرارية وبتتسبب في ارتفاع درجة الحرارة لكن انا مش قادر افرق بينهم كمفهوم علمي تعال نشوف التفرقة العلمية بين الحرارة ودرجة الحرارة الطاقة الحرارية اللي بتنتج من اي جسم مشتعل او محتك او غيره هي صورة من صور الطاقة بتنتقل من الجسم الاعلى في درجة الحرارة الى الجسم الاقل في درجة الحرارة الشرط ان هي صورة من صور الطاقة دي اول جملة يبقى كلمة طاقة حرارية صورة من صور الطاقة الحاجة التانية ان هي بتنتقل من الجسم الاعلى درجة في الحرارة الى الجسم الاقل درجة في الحرارة مهم جدا عند تلامس هما الفرق بينهم وبين درجة الحرارة إن درجة الحرارة اللي بنقسها بالترمومتر هي الحالة الحرارية لجسم فرق بين الجملتين لما بوصف صورة من صور الطاقة يبقى أنا بوصف الطاقة الحرارية لكن لما بوصف الحالة الحرارية لجسم اللي هي الدرجة أو الرقم اللي هيتوقف عليه اتجاه انتقال الحرارة منه أو إليه عند ملامسة جسم آخر دي مقسود بيها درجة الحرارة يبقى لو عندي جسمين أي جسم ألف وجسم آخر به وحصل بينهم تلامس الحالة الحرارية بتاعت ألف هتحدد الحرارة هتنتقل منه إلى به أو من به إلى ألف وده بيتوقف على الفرق بينهم في درجة الحرارة ولو كانوا متساويين مش هتنتقل بينهم أي درجة حرارة طرق انتقال الحرارة الحرارة بتتنقل بعدة طرق مختلفة وجميعها متمثلة في الفيديو اللي قدامنا في طريقة أولى اسمها طريقة التوصيل ودي نحس بيها لو لمسنا الملعقة الساخنة اللي موجودة في السائل اللي قدامنا وفي طريقة بينة مع بخار السائل اللي خارج تسمى طريقة الحمل ودي هندرسها تفصيليا كمان شوية والطريقة الثالثة والأخيرة اسمها طريقة الإشعاع ودي نحس بيها لو قربنا قدينا من الإناء الساخن وحاولنا نلمسه ونحس إن فيه إشعاع حراري خارج منه بتحس بيه كاف في إدينا والسبب طريقة من طرق انتقال الحرارة وسمى الإشعاع تعال نشوف الطرق الثلاثة تفصيليا أول طريقة انتقال الحرارة بالتوصيل هي انتقال الحرارة خلال بعض الأجسام الشرط من هي أجسام صلبة ليه ما قلتش كل الأجسام الصلبة؟ لأن في بعض الأجسام الصلبة رديئة التوصيل للحرارة لكن بعض الأجسام الصلبة جيدة التوصيل للحرارة هتنتقل فيها الحرارة من الطرف الأعلى في درجة الحرارة إلى الطرف الأقل في درجة الحرارة مثال انتقال الحرارة من طرف ملعقة ساخنة للطرف الآخر وده اللي كان معنا في الفيديو السابق مثال تاني لو أنا جبت أي ساق معدنية زي اللي قدامنا دي ووصلناها باللهب هنحس ان الحرارة هتنتقل من الجزء الساخن اللي عند اللهب إلى الجزء الأقل في الحرارة الملامس لليد وفي الحالة دي تشعر اليد بسخونة الساق المعدنية التطبيقات الحياتية اللي عندنا ان احنا بنصنع معظم أواني الطهي إما من النحاس أو من الألمونيوم لأن المواد دي مواد جيدة توصيل الحرارة زي ما تعلمنا في أول درس من دروس المنهج وبتنتقل خلالهم الحرارة بتاعت الموقع من نقطة إلى أخرى بسرعة وبالتالي عملية التوصيل بتوصل الحرارة من اللهب اللي موجود في أسفل الإناء إلى الطعام اللي موجود داخل الإناء بسرعة الطريقة التانية انتقال الحرارة بالحمل وانتقال الحرارة بالحمل معناه انتقال الحرارة خلال الأوساط الغازية والسائلة مهمة جدا دي الغازية والسائلة حيث تقل كسافة الجزيئات الجزيئات السخنة بتقل كسافتها وبترتفع لأعلى بينما تزداد كسافة الجزيئات الباردة وتهبط إلى أسفل طب تعالى نطبق الكلام ده المثال بتاعنا ايه؟ غليان الماء وانتقال حرارة المتفاة مثال غليان المية لو جبت لهب وحطيت عليه إناء فيه مية بتغلي هنلاحظ ان بخار المية بيتصاعد في الهواء وبالتالي جزيئات بخار المية الساخنة هترتفع إلى أعلى وبيهبط بدلها جزيئات هواء باردة تلامس الماء اللي بيغلي وهنلاحظ داخل المية نفسها إن فيه جزيئات الماء الساخن بترتفع لأعلى معها فقعات من البخار وبعض الجزيئات الأقل في الحرارة بتهبط لأسفل ودي بتعمل طيارات بنسميها طيارات الحمل تعال نشوف تطبيق حياتي عندنا هذا الجهاز المسمى بالسلاجة التلاجة عندنا فيها الفريزر موجود في أعلى التلاجة ليه الفريزر موجود في أعلى التلاجة؟ عشان الهواء الملامس للفريزر هيبرد ولما يبرد هتزداد كسافته ويهبط إلى أسفل وينزل على أجزاء التلاجة الداخلية وبالتالي هيبرد الهواء الموجود في الجزء الأسفل وهيحل محله الهواء الساخن هيتصاعد لأعلى وبالتالي بيتم تبريد هواء التلاجة بالكامل وفي المقابل نفس المثال ده نقدر نطبقه على التكييف جهاز التكييف بيكون معلق في أعلى الغرفة بحيث أن الهواء البارد بيهبط لأسفل والساخن بيرتفع لأعلى حتى يتم تبريد كل هواء الغرفة طبعا فيه تطبيقات حياتية أخرى كتير تعالك ننشيل الخطوط اللي احنا عاملينها ونشوف تطبيق آخر من التطبيقات الحياتية اللي موجودة عندنا من التطبيقات الحياتية اللي موجودة عندنا المختلفة عن التلاجة وعن الجزء اللي احنا كلمنا عليه اللي اسمه التكييف هنلاقي المدفقة المدفقة عكس التلاجة تماما الفريزر موجود أعلى التلاجة أو التكييف موجود أعلى الغرفة بينما المدفقة بتوضع على أرضية الغرفة لأن في المدفقة بيحصل عملية تسخين للهواء وبالتالي بتقل كسفته ويرتفع لأعلى وده اللي احنا محتاجينه عشان ينزل بقية الهواء البارد اللي في الغرفة وبيسخن عند ملامسته للمدفقة ويستمر الصعود والهبوط حتى يتم تدفئة هواء الغرفة بالكامل كده انت عرفت الفرق بين الفريزر اللي موجود في أعلى التلاجة والمدفقة اللي بتوضع على أرضية الغرفة تعال نشوف من التطبيقات الحياتية الأخرى دور العرض دور العرض بيبقى فيها شبابيك علوية في الأجزاء العلوية منها وشبابيك في الأجزاء السفلية منها عشان تعمل طيارات هوائية هواء الساخن بيطلع من الشبابيك العلوية ويحل محل هواء بارد من الشبابيك السفلية عشان نقدر نعمل طيارات هوائية زي ما قلنا تجدد من هواء المكان وتجعله صالح للتهوية والاستخدام انتقال الحرارة بالإشعاع ودي آخر طريقة من طرق انتقال الحرارة هي انتقال الحرارة من جسم درجة حراراته مرتفعة إلى الوسط المحيط وما بيحتاجش إلى وسط مادة لانتقاله يعني محتاجين فراغ يتنقل عادي في وسط مادة يتنقل عادي فيش مشكلة بالنسبة لنا المثال انتقال الحرارة من الشمس إلى الأرض فالشمس الهواء ما بيكونش محتاجينه ضروري لانتقال الحرارة لان هناك فراغ شاسع بين الأرض والشمس الفراغ ده بتنتقل فيه الحرارة بالإشعاع بينما لما بينتقل من خلال الهواء ايضا بينتقل بالإشعاع يبقى وجود الوسط المادة او عدم وجوده لا يؤثر في انتقال الحرارة بالإشعاع تطبيقات حياتية على انتقال الحرارة بالإشعاع اولا ارتداء ملابس داكنة في فصل الشتاء في الشتاء بنلبس ملابس داكنة اسود او اي علوان غمقة عشان بتنتص معظم الإشعاع الشمسي ونلاحظ الكلام ده على عساكر المرور وضباط الشرطة بيكونوا لابسين ملابس سوداء في فصل الشتاء العكس بيكون الملابس بتاعتنا في فصل الصيف بتكون ملابس فاتحة اي علوان فاتحة زي اللون الابيض او الاصفر اي علوان فاتحة بتعكس الإشعاع الشمسي ونلاحظ ان برضو عساكر المرور وضباط الشرطة بيكونوا لابسين ملابس بيضاء في فصل الصيف الملحوظة المهمة اللازم نخلي بالنا منها ان انتقال حرارة الشمس إلى الارض بالإشعاع فقط وده اللي احنا اكدنا عليه لكن لما يكون عندي المتفأة هتنتقل الحرارة منها وهي موجودة في جو محيط بيها من الهواء بالحملة والإشعاع مش الإشعاع فقط المصباح لو عندنا مصباح من المصابيح العادية المتوهجة القديمة هتنتقل برضو الحرارة بيها بالحملة والإشعاع لكن الشمس الوحيدة اللي بتنتقل فيها الحرارة بالإشعاع فقط وذلك لوجود فراغ شاسع بين الارض والشمس التكنولوجيا والطاقة الحرارية في حياتنا أمثلة للتطبيقات التكنولوجية اللي بتنتج حرارة أو طاقة حرارية تعال نشوفها مع بعض هنلاقي أول تطبيق تكنولوجيا عندنا السخان الشمسي مصدر طاقته الشمس نوع المصدر بتاعه دائم تأثيره على البيئة غير ملوث ونقيس على كده كل المصادر التكنولوجية أو التطبيقات التكنولوجية اللي بتستخدم الشمس كمصدر للطاقة أما مدفقة الفحم المصدر بتاع الطاقة بتاعتها هو الفحم الموقد البترولي مصدر الطاقة مشتقات البترول فرن الغاز موقده الغاز الطبيعي أو مصدره الغاز الطبيعي وغاز البتجاز كل دي من مصادر الطاقة غير المتجددة وأكيد دي مصادر تأثيرها على البيئة ملوث أما السخان الكهربي وغيره من الأجهزة زي المدفقة الكهربية والموقد الكهربي وكل ما هو مشتق بيعمل بالكهرباء مصدر طاقته يا الكهرباء نوع المصدر بتاعه مصدر متجدد وتأثيره على البيئة غير ملوث يبقى فيه عندنا تطبيقات تكنولوجية ملوثة للبيئة هي كل ما يشتق من الوقود الحفري فحم بترول غاز طبيعي دي مصادر غير متجددة وملوثة للبيئة بينما الشمس كمصدر للطاقة والكهرباء كمصدر للطاقة فهي مصادر إما دائمة زي الشمس أو متجددة زي الكهرباء وهم الاتنين غير ملوث الملحوظة المهمة اللازم نعرفها إن بيفضل استخدام السخان الشمسي اللي هو المدفقة الشمسية والسخان الشمسي والمطهي الشمسي والفرن الشمسي كل الأجهزة اللي بتعتمد على الشمس عن السخان الكهربي وسخان الغاز بنستفيد إن احنا بناخده أفضل من سخان الغاز لإنه غير ملوث للبيئة تقولي السخان الكهربي أيضا غير ملوث أقولك جميل جدا لكن لاحظ الملحوظة التانية إن مصدر طاقته اللي هي الشمس مصدر دائم أما السخان الكهربي الكهرباء بتاعته مصدر متجدد بنحتاج إنتاج كهرباء باستمرار فالسخان الشمسي أو أي جهاز من التطبيقات التكنولوجية الشمسية يتميز بمزتين مش ميزة واحدة إنه غير ملوث للبيئة وإن مصدر طاقته اللي هي الشمس مصدر دائم بتفضل المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن المحطات البترولية هنا هناخد مرحلة أقل هنا عندنا مصدر أو مورد متجدد وتلويسه للبيئة أقل يبقى المحطات النووية عشان توالد الكهرباء تلوثها أقل من محطات البترولية لكن هي المصدر بتاعها مصدر متجدد الخلايا الشمسية بتختلف عن باقي التطبيقات التكنولوجية اللي بتعتمد على الشمس كل اللي إحنا ذكرناه في الجزء الأول هنا كلها تطبيقات تكنولوجية بتحول الطاقة الشمسية إلى طاقة حرارية ولكن الخلايا الشمسية بتحول الطاقة الشمسية إلى كهربية وده الفرق بينهم ونقدر نلاحظ الخلايا الشمسية اللي موجودة في الآلات الحسبة الحديثة قطعة زجاجية بتكون أعلى الآلة الحسبة زي ما وصفنا قبل كده وبيكون لونها بني إلى حد ما بتحول الطاقة الشمسية أو الضوئية إلى كهربية تعالوا نشوف مع بعض الشمس هي المصدر الرئيسي لمعظم الطاقات على سطح الأرض فالشمس ممكن تتحول الطاقة بتاعتها إلى طاقة كيميائية مخزونة في الفحم وفي البترول وفي الغز الطبيعي عن طريق النباتات لأن الشمس لما تقوم بعملية البناء الضوي أو النبات يقوم بعملية بناء الضوي باستخدام الطاقة الشمسية بتتخزن الطاقة فيه ثم يتغزى عليه حيوان فبتتخزن طاقة الشمس اللي جات من البناء الضوي في جسم الحيوان فلما يموت النبات ويدفن أو يموت الحيوان ويدفن بتتحول أجسامهم إلى إما فحم إذا كان نبات أو بترول أو غاز طبيعي إذا كان حيوان فبتتخزن طاقة الشمس خلاله خلال ملايين السنين بتتحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كيميائية مخزنة في النبات عن طريق عملية البناء الضوي وبالتالي الطاقة بتاعة الشمس اتخزنت في النبات ممكن زي ما اتفقنا من شوية تتحول إلى فحم وبيترول وغاز طبيعي زي ما شفنا في الجزء اللي قبله بتتحول الطاقة الشمسية إلى طاقة حركية مخزنة في الرياح وبنولد منها الكهرباء زي ما احنا شايفين في الأجهزة اللي هي زي مراوح الرياح أو دورات الرياح اللي قدامنا بتتحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربية في الخلايا الشمسية ونقدر نستغل الطاقة الكهربية دي في أكتر من حاجة ممكن نحولها إلى طاقة ضوئية زي المصابيح ممكن نحولها إلى طاقة حرارية زي المدفقة وممكن نحولها إلى طاقة حركية زي المروح ده معناه أن معظم الطاقات اللي احنا بنشوفها على سطح الأرض أصلها الطاقة الشمسية وده يرجعنا لموضوع مهم جدا اسمه قانون بقاء الطاقة أن الطاقة لا تفنى بتقعد تتحول من صورة إلى أخرى زي صور الطاقة الشمسية اللي تحولت قدامنا إلى العديد من صور الطاقة لكن الجزء المهم جدا من القانون أن الطاقة لا تستحدث من عدم لازم مصدر لها فمصدر معظم الطاقات على سطح الأرض هو الطاقة الشمسية بكده أبناء الطلبة نكون انتهينا من الدرس تماما درس الطاقة الحرارية اللي خدنا فيه طرق الحصول على الطاقة الحرارية كيفية انتقال الحرارة طرق انتقال الحرارة ونعرف التكنولوجيا والطاقة الحرارية في حياتنا كل المعلومات دي انتهينا منها في درس الطاقة الحرارية وبكده نكون انتهينا تماما من الوحدة التانية على وعد بلقاء في دروس أخرى